اهلا بكم على قناتنا ابتكرات ميرا يلا اشتركوا لايك بسرعة عشان تشاهدوا كل محتوى وكل فكرة بنزلها اول باول زي ما انتو شايفين معنا هنا حبل خيش سميك خدت كده يعني انا مثلا عايزة المساحة بتاعة العمل بتاعنا النهاردة او تكون بالمقاس ده بالوية ممكنة ما تكبرش عن كده وتظهر عن كده فخدت المقاس الاولاني بتاع اول دور اللور خارجي من برا وبناء عليه رتبت زي ما انتو شايفين وراء بعض مقاسات الاحبال عملت هنا اربع بالشكل ده والخامس معايا اللي هو اصغر واحد الصغير هقولكم دلوقتي المقاسات بتاعة الاحبال عشان تمشوا عليها لو عايزين نفس المقاس ده الاخير خالص زي ما انتو شايفين هي عبارة عن زلومة كده صغيرة بالشكل وبالمقاس ده زبطت المقاس بتاع اخر واحدة وبعد كده هقصها وهنا بوريكو العدد الكامل كله عبارة عن خمسة واخر واحدة خالص اللي احنا عملنا لها زلومة صغيرة دية كده بالشكل ده الاخيرة بقى دية حوالي سبعة وثلاثين اهو المقاسة هو اللي عايز يقص ويعمل نفس المقاس بتاعي وبرضو الاولانية هتبقى سبعة وثلاثين هتقيسوا السبعة وثلاثين وتعملوا كوس وبنقا عليها تعملوا تدرجات بقية المقاسات وبعد كده دي عندي اصطافة خاصة بالسلك انا بستخدمها هنا عشان حامية بقطع بيها لحبال السميكة اللي زي دي عندنا حبل مكرمية اخترت اللون الرمادي لان العمل بتاعنا النهاردة اللون الاساسي بتاع العمل بتاعنا النهاردة او الشكل بتاعنا هو من الطبيعة اللون الرمادي هنعرف لي دلوقتي وبعد كده عندنا السلك روباط رفيع قوي موجود السلك ده عند الموان الكيلو بتاعه مش شغالي ممكن تجيبه ربع كيلو هيعمل حوالي عشرة جنيه حاجة زي كده قطعت زي ما انتو شايفين على قد كل طول خيط من الخيوط او الاحبال اللي احنا عملناها خدوا بالكم المقدمة هنا انا بربط ازاي او ببتدي الف ازاي الحبل بتاعنا على الخيط على الحبل بتاعنا بالشكل ده عشان ما نحتاجش لازق خالص خدوا بالكم من بداية اللاف واكمل بقى وهكذا على بقية الحبل برضو خدوا بالكم خيط المكرامية انا فرطته لانه سميك شوية فرطت الخيط عشان يبقى معايا ناعم بالشكل ده النهاية بقى خدوا بالكم برضو منها التريكات الصغيرة دي بتبقى يعني مهمة او ناخد بانه ابتديت عايزة مستخدمش اللزء فعايزة احشرها كده جوه بسيب حتة في الاخر خالص بالسن بتاعة عصاية الشيش طوال ما نفعش معايا الا حد ده زي المقص فنفع معايا الموضوع ده قوي وكانت قوية يعني مسكت كويس جيد وقادي عملت العدد بتاعنا كله اللي هو خمسة ابتدي بقى عايزة ألزقهم في بعض فهبتدي أستخدم ماشبك الورق امسك كده اول اتنين مع بعض ودي انضف طريقة انها تبقى نضيفة يعني في الفينيش استخدمتها هبتدي ألحم كل اتنين كده مع بعض بسبت طبعا بالماشبك ده عشان ما يجريش مني وبلحمهم بالشمع بتاعي السافي وطبعا الماية هتساعدني انا بططها كده واسوي كده اول دور معايا وتاني دور بقى هنبتدي ألزقوا برضو فيها يا كده بالراحة وتبقى على سطح متساوي زي ما احنا شايفين عشان ما تجريش مني وتحكمها بحط الشمع وأبتدي أجيب خيط وألحمه في إيها عشان برضو الفينيش من الخلف يبقى شكله لطيف وجميل بصوا كده قادي الوجهة جميلة جدا ومصبوطة زي ما أنا عايزة وقادي الخلف برضو نضيفة وجميلة وبهتم قوي بالفينيش عشان الناس اللي حابة تعمل مشاريع الفينيش هيخدمها جدا في الشكل النهائي إنها تقدر تقدمه إنها تبيعه يعني ويبقى مكتمل من ناحية النظافة والشغل والشكل وكل شيء ابتدي بقى إيه الدور الأخير اللي هو الزلومة بتاعتنا هبتدي برضو بنفس الطريقة نضبط الأولة تتحط فين قبل ما نلزأ وسعي بقى كده حتة في الآخر عشان تبقى هنعمل زي شكل فيل فدي الزلومة بتاعت الفيل ده حتتين تانيين أنا عاملاهم حوالي برضو طولهم 35 أو 30 بمسكهم كده من النص وبعملها على شكل قلبي نما تدوسي كده من النص هتلاقيها انبعكت شوية معانا فأنا عايزة الشكل ده دي الودان بتاعت الفيل نضبط المسيحة بتاعت أول واحدة ونرزقها هنا بالشمع برضو وإحنا بنرزق الشمع نرزق كده إيه بحرفية يعني إنها ما تبقاش مسيلة أو تغطي أو تشوه جمال الخيوط بتاعتنا وقادي كده ابتدي بان شكل الفيل بتاعنا اللي هو من الخيوط حاجات دي طلعة موضة جدا 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 وعملنا قبل كده شكل أسد وعايزة عمل معكم أشكال بألوان كتيرة رهيبة زي ما أنتوا شايفين أنا سويت من تحت اللي هو الأحبال بتاعتنا وهنا عشان حسيت إن الدنيا نازلة طلعة سنة كده فيها فرقات ممكن ما تفرقش في الفينش مع ناس بس أنا فرقت معاها فغطتها زي ما أنتوا شايفين بشوية أحبال وهنا سلك روباط بعمل زي كوز كده صغير بشكله بالأصافة بتاعت الكهرباء ولفت عليها زي ما احنا شايفين اللون الخيش عشان يبقى ماشي مع اللون الخيش اللي عملناه الأحبال السميكة دي لزقت وعملت عيون ودي رموش بسه إحنا بنبدع يعني اللي شايفينه رايق بنعمله اللي شايفينه برضو حلو بنعمله الخطوة دي مش عاك بحد عايزين تعمله العين سادة ممكن أنا حاتستها كده لذيذة كده بعمل هنا الرموش بتاعت الفيلة بتاعتنا الأمورة هي وحطتها خلاص على الحائط خلصت لذيذة وسهلة وممكن تعمله ألوان تانية بس أنا حبيت أعملها من لون الطبيعة قوي الأشكال دي طالع موضة كتير موجودة عالبانترست ليها صور كتير قوي حاولت أعمل حاجة كده جديدة فيه أشكال تانية كتير بانده وأسد ونمر وزرافة بجد الأشكال بتاعتها تعجب يعني هتعجبكم لو عملنا ونفذنا منهم إن شاء الله وراء بعد كده نعمل أشكال حلوة وبحضر لكم مجموعة منها لذيذة دعموكم بلايك للفكرة دي عشان أشتغل وأعمل بقى بقية الأفكار وهنا بصوا ماشية بوريكم بها برضو بناها بتمشي قوي مع الدكورات البوهو جميلة الشغل بالأحبال والخيوط والمكرامية رائع فعلا يارب تكون الفكرة بتاعت النهار ده فادتكم دعموكم بلايك واشتراك حلو أي خليني أواصل وده دعم حلو منكم جدا إن أنا يعني بيشجعني إن أنا أقدر أكمل ادخلوا وشوفوا بقية الأفكار الجميلة بتاعتنا عاملين حاجات تانية حلوة كتير قوي بشكركم على متابعتي كنتم مع ابتقرات ميرا سلام ترجمة نانسي قنقرات ميرا ترجمة نانسي قنقرات ميرا ترجمة نانسي قنقرات ميرا ترجمة نانسي قنقرات رائع